هنرجع بقى للمولد النبوي والاحتفالية اللي كانت موجودة النهاردة عملها وزارة الأوقاف بحضور وتشريف خامة رئيس الجمهورية ساد عبد الفتاح السيسي واللي كانت بتقام في مصرح الجلاء في صلاح سالم او صلاح سالم دا دايما نحطر فيه دا نسميه مصر الجديدة ولا مدينة نصر بالنسبة لي لخبطة شديدة لاننا من ابناء الضفة الاخرى المهم اتعمت الاحتفالية كتا احتفالية رائعة جميلة كما جارت العادة واحتفالية الحقيقة بتبقى كمان مليانة كده بجو جميل كما يعني عهدنا فيه مولد النبي وكما عهدنا فيه احتفالات وزارة الأوقاف فخامة الرئيس تفضل بلقاء كلماته الكلمة الرسمية اللي احنا عارفنا او يعني اللي بتبقى موجودة تمام وكان لافت جدا لنظري يعني اول طبعا من رئيس بدأ يتكلم وبعدين لقيت رئيس كم الكلام كم الكلام خلاص ده بيختم الكلمة يا ترى مش هيتكلم معنا مش هيتكلم معنا دي ليه بقى الجزء الارتجالي بتاع الرئيس اللي هو حديث من القلب لو صح الكلام يعني فلقيت رئيس بيقول بالضبط كده وقبل ما اختتم الكلمة بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا بس عايزة هنا على طول انا مجد من النوع ده على طول اروح مبتسم لان انا هبقى منتظر الرئيس هيقول ايه وبدأ فيه حديث جديد للوح لكن جزء منه جميل جدا وده هنعرضه على حضراتكم بعد شوية جزء منه جميل جدا متعلق ببكرة او بمستقبل هذا البلد بمستقبل هذا الوطن واللي مرهون بربنا سبحانه وتعالى أولا ولكن بالأجيال الجديدة قال ايه قال حتة حلوة قويه في الحتة الارتجالية دي قال احتفال بتاع انبارح خلاني بدأت افكر في حاجة احنا ازاي خايفين على البلد دي وفيها اولاد وبنات زي دول صح احنا اتفقنا ربنا سبحانه وتعالى أولا بس فعلا الشبان والشبات الرائعين المتفوقين اللي هم بأيديهم يغيروا وجه ومعالم هذا الوطن حال زي الفل بزيادة يعني صحيحنا قلقانين على ايه ده ربنا موجود والجيل الجديد ده الشاطر ده المتفوق ده هياخد البلد دي وهيطير بيها بإذن ربنا سبحانه وتعالى عايز استأذنكم ان احنا نشوف جانب من كلمة الرئيس وهنرجع نكمل الكلام يأتي احتفالنا هذا العام بالمولد النبوي المبارك بينما يمر العالم بظروف دقيقة تعيد الى الاذهان ذكريات من التوتر والقلق والاضطراب لم تحدث منذ عقود طويلة فما بين الكارثة الصحية التي تسببت فيها جائحة كورونا وتداعيتها الاقتصادية عميقة الاثر الناجم عن توقف عملية الانتاج في كبرى دول العالم وما اعقب من ذلك من موجة ارتفاع اسعار عالمية تسببت الازمة الروسية الاوكرانية في تفاقمها بشدة مما دفع الدول الكبرى لرفع اسعار الفائدة على نحو غير مسبوق املا في احتواء التضخم وهو ما استدعى نزوحا كثيفا لرؤوس الاموال من الدول النامية الى الدول الغنية ومن هنا جاءت ازمة النقد الاجنبي التي يمر بها اقتصادنا والعديد من الاقتصادات الناشئة والحق اقول لكم ان عصفة طاغية كتلك كانت كفيلة في الظروف العادية باقتلاع اقتصادنا بشكل كلي والعصف بالكثير من مكتسبات الشعب المصري وان الثماني سنوات الاخيرة من العمل التنموي المكسف غير المسبوق في حجمه ونطاقه وسرعته قد اثبرت صلابة وصمودا ومرونة كبيرة لدى اقتصادنا القومي بما يدفعنا الى اليقين بان الصعاب الحالية الى زوال قريب باذن الله لا سيما اننا نبزل اقصى ما في الجهد والطاقة للتخفيف من اثرها على ابناء شعبنا مع الحفاظ في ذات الوقت على قوة الدفع اللازمة على قوة الدفع اللازمة لاستكمال مشروعات التنمية ونمو الاقتصاد بما يحافظ على معدلات التشغيل المرتفعة ويدمن قدرة الدولة على حماية الامن الغذائي وامن الطاقة للمواطنين رغم الظروف العالمية الصعبة في هذين المجالين